صبحي المتخصصة والخبيرة في الماثونية النهاردة هتكلمنا في موضوع مهم جدا اللي هو التجنيد العملاء واللاسوسية ومشابه بسيء خير يا دكتورة بسيء الخير أهلا وسهلا وانت النهاردة لها لابسة يعني لا بلتوا حدا بتاع نكبرين أهلا أهلا برض قارس النهاردة نعيزة برض قارس لعشان برضو بفي الموضوع نبتدي منين الموضوع بتاع اللاسوسية ده يعني نبتدي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا عايزة طبعا هو الموضوع بتاع النهاردة يعني مهم هنتكلم فيه بسلاسة ونتكلم في حتة يعني في مناطق فيه مناطق الناس عارفاها وفيه حاجات ما تعرفش الناس معداش عمتا فكرة عنها بس الأول يعني أفكر الجميع بالخطة اللي هي معمولة في الأصل ودي مرسومة لمصر اللي هي خطة حصار مصر وابتلاحها من الداخل ثم التهمها عسكريا في 2015 يعني عايزة أفكر الجميع كل حد سواء كل حد عنده حق أو ما عندهش حق كل حد بيتصادم كل حد بيختلف كل حد شايف نوع بيعمل عمل سامي يفتكر أن اللعب الأساسي عندك هو ده الهدف بتاعه أن كل اللي على الصحة دلوقتي بيصبوا في مصطحة المنبع الأساسي للي حصل في البلد بس لو نوضح من يصبوا يعني الناس زي هتهم لا إنما بيصبوا أنه هو النهار ده أنا هبقى بحط لا سواء عن أصد أو غير أصد هو أنا يعني أنا خلينا نقول دايما نفترض حسن النية إنما أنا عايزة أقول إن أنا ممكن أنا عامل حالات معينة بحيث إن أنا عارفة حدود الأفعال المعينة فأنا بقى ليه بطرف وبقايده وبقايده برضو ضده وأنا اللي بقى ليه بطريقة مباشرة خالص إنما بطريقة المهمة تبقى مولعة الدنيا مولعة ما هو ده ده لو حضرتك يعني أنا في أول حلقة لما كنت مع حضرتك قلت إن أساس اكتساب المتنورين أو المسون قوتهم أو العقيدة بتاعتهم ليه الرمز بتاعهم اللي هو لإما الهرم أو البرج اللي هو الفرجار اللي هو كده لأنه هم بيؤمنوا إن أنت مش هتقوم لك قائمة أو أنت تحافظ على قوتك إلا لو لعبت الطرف والطرف المضاد لي هو ده اللي يضمن بقائك بأنك لو لعبت الطرف لازم هتيجي قوة تقلبك يعني لكن لازم تلعب بطرف وطرف مضاد لتحقيق المصلحة يعني هو يبه هي الفكر المسوني قايم على إنه دائما في كل بلد حط الطرفين وبيغزي الاتنين أو بيقايد الاتنين أو بيقوم الاتنين أو بيهد النفوس بين الاتنين بحيث إنه دائما تبنر مشتعلة وللأسف إن نفس السيناريوهات هي اللي بتحصل على مدى التاريخ بالنسبة مثلا للحضرات الإسلامية أو البلدان الإسلامية هي نفس يعني اللي يراجع السيناريو إسقاط حضارة الأندلس يلاقي إنه ده نفس اللي بيحصلوا بنفس اللاعبين يعني نفس اللاعبين يعني أيام حضارة الأندلس اللي كانوا مثلا فرسان مالطة اللي هم كانوا الجناح العسكري بتاع الماسونية أصلا هم البلاك ووتر اللي دلوقتي وهم اللي داخلين يدربوا على حرب شوارع وهم اللي عاملين مساء حركات داخلية نفس الحركات اللي بتدخل تلعب بالاطراف المتضادة تلعب شوية بالتطرف الديني تلعب بالوجهة المضادة تبتدي تدخل مفاهيم غلط طيب انزل خرب خبط كذا 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 في الاخر مين المستفيد ان البلد بتتدمر اقتصاديا بيحصلها انهيار أمني بيحصلها اختراق حدود بيحصلها كذا فكل ده بيصب في المنبع الاساسي سواء بقى انت في الداخل عندك حق ما عندكش حق المفروض كل الاطراف تبقى بمستوى العقلي الكافي انها تدرك ان فيه خطة معمولة لابتلع مصر من الداخل ثم التهمها عسكرين في 2015 انت البلد اللي هي المركزية دي انت هتبتلعها ازاي من غير ما تفتتها خالص تبقى فريسة سائغة تبقى وقع في الديون تبقى منهارة امنيا واقتصاديا يبقى المواطن كاره للمواطن اللي جنبه يبقى مفيش عندك امل مفيش عندك كذا مفيش عندك بنيان اساسي للفرد فده اللي بيحصل حاليا انت قبل كمان ما بتحطم الدولة انت بتحطم البني قدم اللي جوه شان ما يبقاش قادر ليه لان على مدى التاريخ يعني احنا اثبتنا في كل حروب مصر على مدى التاريخ كله ان كانت القوة الاساسية اللي تفوق القوة التقنيات العسكرية هي وحدة الشعب المصري وانه هو بيقاتل بعقيدة ولحمة الشعب المصري اللي تقال فيهم في رباط الى يوم الدين يبقى انت بتضرب فيهم دي ده اقوى سلاح للشعب المصري اللي كان بيخليه شعب مصري هو اللي طرد امبراطورية كذا واللي وقف للتار واللي وقف للصالبيين واللي كذا وكذا وكذا العقيدة دي واللحمة بتاعته كانت اقوى من اي قوة او تقنيات عسكرية فانت بتضرب له السلاح ده لانهم عارفين كويس اوي ان مصر لا تحارب من الخارج لكن لازم تبتلع من الدخل فانت بتستخدمهم ان يلا اضرب الشعب ببعضهم واحنا للأسف عندنا بيئة خاصة بلعنا بلعنا بطعمكم بلعنا بطعمكم ان ازاي انت اللي بيحصل علينا دلوقتي بيتم ازاي التجسس بيتم ازاي تجنيد العملاء بيتم ازاي مراقبة العالم مراقبة مراقبة العالم فعشان مثلا ايه باختصار يعني ايه الموضوع اللي هتكلم فيه ان شاء الله ونبتدي بقى نشرحه حتة حتة ان الموضوع ده بالزبط عامل برضو زي النظام العنقودي او النظام الهرمي عندك انت كذا اجهزة تحته كذا وسيلة وفيه منهم تقنيات وفيه منهم تلحم بالافراد وفيه منهم كذا هنتكلم عنهم وبعدين بيرقسهم جهات اعلى بتجمع المعلومات دي وتفرمطها وتفلطرها وكذا وكذا بعم بيرقسهم يعني تقنيات اعلى وتقنيات اعلى الى الناص البقى الحاجة اسمها منظومة اشلون اللي احنا هنتكلم ان شاء الله عليها النهاردة منظومة اشلون دي اللي هي العين التي تراقب العالم هي اسمها كده العين التي تراقب العالم منظومة اشلون دي منظومة لها مراقبة العالم كله ولو حد مثلا فيه ناس كتير اكيد اتفرجت مثلا على كان فيه فيلم اسمه ايجل اي او عين النصر كانوا فاكرين ده ساينس فكشن او خيال علمي لا يا جماعة المنظومة دي ابتدى انشأها من سنة 47 ثم انشأت بصورتها الحالية من سنة 69 وعملها بقى ايه تاخد تطور 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 لدرجة ان هي بقت حاليا مسكة كل الامور اللي بتراقب اي فرد وتستطيع النفاذ لأي فرد تستطيع النفاذ لأي فرد وهنشوف ازاي موام ان احنا بقى ايه نبتدي الاول من الحاجات اللي هي الناس مثلا ايه واخدى فكرة عنها والحاجات دلوقتي المكتسبة الشباب والكذا وكذا هندي فكرة مثلا سريعة على الفيسبوك والتويتر وكذا اولا الفيسبوك والتويتر والبروكسي وكل المواقع اصلا الموجودة دي تابعة بصورة تمة للسي اي ايه وتابعة الموسيد حتى الشركات اللي هي دخلة اصلا فيها دي تابعة للسي اي ايه وتابعة للموسيد المضحك في الموضوع ان بقى صفحات التجنيد او صفحات الموسيد موجودة بصورة علنية على الفيسبوك والموسف في الموضوع ومكتوبة بالعربي الموسف في الموضوع لا اشرحي اللي دي اه يعني في صفحة وديت فعلا بتاعة الموسيد طيب اسمها ايه طيب اسمها صفحة الموسيد الاسرائيلي ووحدات كيدون وتجنيد العملاء اه وتجنيد العملاء وللأسف ان داخلها عرب كتير والجميل بقى في الموضوع يعني المخابرات المصرية اختراقت المواقع ديت لقيت ان في عرب كتير جوا لقيت بقى ايه ان في عملاء من جوا بياخدوا صفحة اكاونتات عربية من ضمنهم مثلا على سبيل المثال كان في واحد اسمه اه صورة النضار السلمي واحد اسمه مش ام اسمه كده يعني اه صورة النضار السلمي في واحد كان اسمه اه صورة ابريل سواني اعجب لك اسمه دلوقتي صورة ابريل اه اه اتلاف صورة ابريل المصرية واحد اسمه اتلاف اه صورة النضار السلمي اه الاتنين دول تبعين اصلا للموسيد اه ودخلوا طبعا مع شباب عرب كتير وكذا 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 انا عايز اقول يعني ايه الفيس او بصورة بصورة عامة الفيس من زمان الفيسبوك الفيسبوك من زمان معمول التجسس وتم اصلا يعني هو اصلا العمل الفيس اللي هو مارك زوكربيرك ده اصلا بيع حصص في الفيسب من سنة 2004 وبعين بيع حقوق الصلاحية تماما بتاعت الفيسب كان بيعوا الاول للشركات الشركات دي كلها من ضمن الشركات التابعة للسي اي اي كان فيها شركة سي سيل وشركة ايا كانت شركات كتير دي الوجهات بتاعت السي اي اي وبعدين من سنة 2006 تماما بقتابع للسي اي اي والموسيد تماما هو اصلا الفيسب معمول ليه لانك انت بصرف النظر عن التجسس بصورة عامة ولم المعلومات وكذا الناس مش فاكرة ان انت كده بقى انت بتقدم اكبر خدمة لاجهزة التجسس يعني انت كنت في الاول بتحتاج عملاء وتديهم فلوس وتديهم كذا عشان تعرف المعلومات تعرف حال البلد تعرف ان فيه حالة غضب في الشرع طب ايه اللي بيخلي الناس تغضب طب ازاي ما ده كله على الفيسبوك اه نسيطر على كذا تاني حاجة بقى ان انت بتحارب ايه ان انت عندك الشعوب العربية غالبها شعوب فاتية شعوب شاب في مصر فيه نسبة حاجة وستين في المئة شباب فيه يعتبر مجتمع فاتي اكتر من اي مجتمع في العالم اكتر من اوروبا واكتر من امريكا بتاعي مصر مجتمع فاتي يبقى انت ازاي تمسك القوة دي اه لاما تجندها لاما تتجسس لاما تسيبوا ترتش تعمل لهم خلل نفسي بحيث انهم ما يبقاش ما يبقاش ايه مالوش اي لازمة ماندوش قدرة على التفكير السليم فانت بتشتغل على الناس دي اللي بيقودوا الامور دي بقى جيش من المتخصين نفسيين ازاي يبقى نتكلم بالروحة كده ازاي نضرب مثال ايو يعني مثلا اه كل غرف الشات كل غرف الشات في الشات مراقبة تماما حتى المسيجات اللي انت بتعملها دليت لا هي دلوقتي عندها حفظ المسيجات اللي بتعملها دليت لا هم عندهم حفظ في حاجة مثلا برضو ايه عايز اشكرها مثلا من الناسبة ان مثلا تويتر تويتر بالكامل بيع الصلاحية بتاعت كل التغريدات اللي فيه اه بيعها لشركة داتافيست مقابل ملايين حتى لانت التغريدات اللي انت بتمسحها لهم محتفظين بيها في بند في خزان المعلومات وباعها بمليارات وباعها اصلا يعني هو اه مع شركة داتافيست داتافيست فتحتها بالتيم يعني عاملة عقد مع مكتبة الكونجرس لتوريد كل التويتات حتى لبيتمسح وده عقد رسمي من سنة وللأسف كمان اعلن عنه في سنة 2010 يعني مش حاجة سرية او مش معلومة مش كلام مرسل شركة داتافيست عملت صفقة مع مكتبة الكونجرس في 2010 بتديها كل المتخزن كل ما يكتب اه كل البيع بقى ويبعوه لهم بالصبب وحتى لو واحد كتب حدا وشالها بالصبب دول بقى عندهم مكاتب كاملة بتعمل على فرمطة المعلومات ايه الهم منها في حاجات احنا مثلا ممكن ما نشوفهاش مهمة لكن هي تهمهم جدا زي زي ايه زي انت بيدخل لك مثلا هم مرقبين الشات بتاعك مرقبين اللي انت بتكتبه مرقبين كذا هم هنلاقي مثلا صفحة الموساد عشان نشرح للناس كتبة فوق بالخداع وحده تصنع حربا ها فهو ده اللي بيحصل بالخداع وحده تصنع حربا فانت قاعد بتجمع كل المعلومات اللي عدك يبقى انت بتفهم ايه اولا فيه معلومات مهمة جدا بتيجي على الفيس ماشي من ضمنها انت عملت تتجسس ببلاش والناس بالعكس ده اللي عملت تدي لك معلومات زيادة بتعرف حالة الشرع بتعرف المشاكل فين بالزبط بتعرف فين انت ممكن تضرب في الاماكن دي تاني حاجة بتقود فكر الشباب ده ها انت اتدخل عملة واخدين مثلا صور ثورية واخدين صور انهم ما اه بيشتغلوا صالح البلد بكذا بكذا يبتدي جمع لك ناس ناس كتير تدخل وتتكلموا بتا يبتدي يسيطر على تفكيرهم واحنا لاحظنا ده في اوقات الاحتقان مثلا في مصر لاحظنا ده جدا انت ازاي بتشعل فتنة انت ازاي بتعمل غضب ها كان فيه صور كتير مثلا من اللي بتدخل بيستنوا مثلا فيه مشكلة تحصل زي ايه صدام مع كذا اه روح حاجم الجيش روح حاجم مش عارف ايه تقول انت نازل بقى كرر صور ها كان فيه صور من حرب غزة على صور من مظاهرات اليونان على صور من كذا وشوف كذا شوف الرجال مش عارف ايه رجال النظام بيعملوا ايه شوف مش عارف ايه توم انت ايه تسخل اه تسيطر بقى الناس تبقى الناس عندها عايزة تنزل تقصر الدنيا عايزة تنزل تولع فيهم عايزة تنزل كذا ها الكلام ده كله بيقودوا ناس بيقودوا ناس بيلعبوا على احلام الشباب بيلعبوا على مشاعر الشباب بيلعبه وبتخصص